السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الفيديو ده هنشرح خطوات سريعة عن تزريح حديث التسليح لو انا عايز ازرع اشاير علشان اعمل تنعيم لقمرة او لعمود او لقعدة مسلحة او نسي تطلع اشاير بتاعت عمود فعايز اعمل ازرع اشاير اول حاجة بنخرم اماكن الاشاير بنخرم في اماكن الاشاير بواسطة هلتي بالاماكن تقوم بالزبط اماكن الاشاير بالزبط ولا يمين ولا شمال تحاول توقع اماكن الاشاير وترسمها على سطح الخرصانة بالزبط طيب عمق عمق الفتحة تكون بتساوي اكبر من او يساوي 7 فا اكبر من او يساوي 7 فا عرض الفتحة او مساحة مقطع الفتحة هيكون اكبر من مساحة السيخ اللي احنا هنزرعه يعني احنا مثلا لو هنزرع سيخ 10 فا يبقى نعمل نفتح الفتحات بتاعتنا الاخرام بتاعتنا ببنطة 12 تمام وهكذا لو سيخ 12 يبقى اعلى منها شوية ليه علشان احنا بنحط مادة في الاخر المادة دي لازم بتاقد جزء من الحفر فلازم نزود شوية عشان يبقى المادة بكمية كويس زي ما حضراتكم شايفين كده او في الصورة اللي قدامكم الفتحة نفسها اكبر من السيخ تمام بعد ما فتحنا وتأكدنا من العمق بتاع الفتحة بتاعتنا وتأكدنا من عرض الفتحة نفسها وان هي بتدخل السيخ بزيادة وان فيه مكان كويس ان احنا نحط فيه السيخ بنجيب بالاور بنجيب بالاور رشت فيه مية تنظفها بالمية المية دي يعني في المسطحات والأفقية زي اللي بينا في الصورة لا يفضل انك تحط مية لان المية مش هتعرف تشفوتها اه لو مسلا فعمودو قال لحاجة لو رشت مية المية بتنزل تلقائي يعني اه لو هتحط مية يعني لازم تطلعه البلاور يحش لك كل الاتربة ليه بقى لانه التراب يعمل لك عازل بين المادة اللي انت هتحطها وبين السيخ الحديد او الخرطان بعد كده حضرتك بتجيب المادة اموكسية مادة رابطة بين دي بتيج عبارة عن علبة بتبقى نص كيلو او كيلو على حسب بقى في منها اوزان وبيجي معاها علبة صغيرة كده اسمها مادة المصلم بنحط الاتنين على بعض اه وبين دي من شركة سيكا اه بنحط الاتنين على بعض ونقلبهم كويس وبنملى بيها الاخرام كويس جدا واللي باين قدامكم في الصورة ده طبعا غلط لانه هو هدر في المادة وطلحها برا احنا بنحط فيه على قد الفتحة بالضبط نملى الفتحة وبعد كده بنقوم وضعيه للسياخ في اماكن التخريم بالضبط زي ما حضرتك شايف كده بتمسك زي الحديد المادة دي بتمسك في السياخ بتاحتك زي الحديد كده دي خطوات تزريع اشاير الحديد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا